وحول هذه المستجدات سوف ننتقل مباشرة إلى جينيف مع موفدنا ومعه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثن تيك لنتحدث وطبعا نعلق على القرار المفاجئ من قبل روسيا وتنفيذ إجراءاته على الأرض مهند صباح الخير هل أنت معنا؟ صباح النور نعم ميرنا كما قلت فعلا القرار كان مفاجئ للجميع هنا في جينيف يعني نحاول رصد ردود الأفعال على هذا القرار معنا المتحدث الأقليمي باسم الخارجية الأمريكية ناثن تيك يعني ناثن أنتم أيضا والمتحدثين باسم البيت لا بيتفاجأوا من القرار الآن وصلت أولى الدفاعات إلى موسكو ما هو تعليقكم على هذا الانسحاب وهل كان مفاجئا أيضا بالنسبة للإدارة الأمريكية؟ طبعا نحن على الدراية بهذا القرار للانسحاب الجزئي من القوات الروسية وفي الأمس الرئيس أوباما تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهذا الخصوص وتم تناول أيضا الخطوات التالية لتنفيذ الهدنة في سوريا طبعا الرئيس أوباما رحب بتراجع الأنفة الملحوظة في سوريا منذ بداية اندلاع الحرب وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بما ورد في اتفاقية الهدنة كذلك الرئيس أوباما رحب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى بعض المناطق المحاصرة ولكن في نفس الوقت شدد على ضرورة إدخال المساعدات إلى جميع المناطق بخاصة درايا فلذلك الولايات المتحدة طبعا سوف تستمر في تعزيز وتثبيت هذه الهدنة حتى يتم هناك التواصل إلى حل سياسي يعني أنتم كنتم على درايا بمعنى هي صفقة أمريكية روسية ماذا قدمتم للروس حتى انسحبوا من سوريا؟ لا هو ليس الصفقة أمريكية روسية وهذا قرار روسي بحث وسوف أترك تعليق للروس لكي يتحدثون عن قراراتهم العسكرية يعني لم تقدموا أي شيء؟ الأمر ليس كذلك هذا قرار روسي كما قلت وسأترك تعليق للمحللين العسكريين وما إلى ذلك للتعليق عن هذا القرار كيف ترى العنكاسات هذا القرار على سير المحادثات التي تجري هنا الآن بجينيف خاصة أنه بعد قليل سيتقي وفد المعارضة بديمستورا؟ طبعا هذه المحادثات تمثل فرصة تاريخية لإنهاء الحرب في سوريا وطبعا هذا الأسبوع هو الذكرى الخامسة للحرب في سوريا ونحن نرى أن هذه المفاوضات تمثل خطوة مهمة للغاية في تحقيق أهداف الثورة السورية فلذلك الولايات المتحدة سوف تدعم الأمم المتحدة في رعاية هذه المحادثات بكافة الأدوات الدبلماسية المتوفرة لدينا ناثان تحدثتم عن دراية تامة بالانسحاب الروسي هل لديكم أي تفاصيل حول إذا كان الانسحاب كلي أم كما أعلنا عن القوات الأساسية الروسية بمعنى هل سيتوقف القصف الروسي على الأراضي السورية؟ لا بدنا نأخذ بعين الاعتبار بأن أكبر جهة التي انتحكت الهدنة هي النظام ومن يدعم النظام فلذلك نحن طبعا نحث جميع العطراف وخاصة إيران وروسيا لأنهم يدعمان النظام على تطبيق الضغط على النظام لكي يلتزم باتزاماتها في هذه الهدنة فالولايات المتحدة سوف تعمل مع جميع عضاء المجموعة الدولية للدعم سوريا من أجل تحقيق حق اندماء الشعب السوري كيف قرأتم ردود الأفعال الدولية حول هذا القرار الروسي ولسيما الترحيب الإيراني؟ طبعا إيران من ضمن الدول التي تدعم النظام السوري وفي نفس الوقت جميع عضاء المجموعة الدولية سواء كانت أمريكا أو أوروبا أو روسيا أو إيران كلهم وافقوا على بيان فيينا وقرار مشلس الأمن 2254 فالولايات المتحدة الآن تركز كل تركيز على التنفيذ الكامل لهذا القرار ناثب الانتقالي لمحادثات جينيف كيف تفسر الإدارة الأمريكية موضوع إدارة الحكم الانتقالي وهيئة الحكم الانتقالية وكيف تتوقع أن يتم التعاطي الأممي مع هذه المسألة وهي المطروحة بقوة في الجولة الأولى من المقاوضات؟ طبعا ستيفان دمستورة المبعث الأممي التقى بوفدي المعارضة والنظام وفي نفس الوقت نحن سندعم هذه المفاوضات ونرى أنه لا بد من تنفيذ جميع ما ورد في قرار مشلس الأمن وخاصة الانتقال السياسي وهيئة الحكم الانتقالي ذات كاملة صالحية التنفيذية فالولايات المتحدة ستتدعم هذه المفاوضات حتى نحقق بنود قرار مشلس الأمن حلفاؤكم لاسيما الأوروبيين والإقليميين يتهمونكم باحتكار الملف السوري بينكم وبين الروس دون سماح لهم بتدخل أو ربما الاستماع لوجهة نظرهم لاسيما الأتراك وأيضا الفرنسيين ما هو ردكم على ذلك؟ وماذا يمكن أن أتحدث عن مؤتمر باريس هل خرج بأي تصور معين للوضع في سوريا؟ أنا لم أسمع عن هذه الاتحامات وكما قال المزير كاري في باريس الدول الأوروبية لعبت دور أساسي ومهم جدا في دعم هذه المفاوضات ونحن سوف نعمل عن كثب مع شركائنا الأوروبيين من أجل خلق بيئة إيجابية ومناسبة لإشراء هذه المفاوضات يعني على سبيل المثال يقول البعض بأن حتى لجنة التي ترصد الانتهاكات وقف إطلاق النار هي لجنة أمريكية روسية بمعنى لا يوجد أي طرف ثالث يمكن أن يتحقق من هذه الانتهاكات ويوثقها؟ هذا ليس صحيح طبعا المجموعة الدولية كلها ساندت بنود اتفاقية الهدنة ومن ضمن البنود هناك تشكيل فريق عمل خاص بين روسيا وامريكا بخصوص رصد تقارير انتهاكات الهدنة فهذا قرار وفق عليها جميع عضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا هل تتوقعون أن يكون القرار الروسي الآن يدفع وفد النظام إلى تقديم المزيد من التنازلات في المحادثات الجارية حاليا بجنيب؟ طبعا قلنا منذ البداية بأن لابد على روسيا وإيران أن تستخدم كافة الأدوات النفوذ لديهما من أجل جعل النظام أن يشارك في هذه المفاوضات بحسن النية طبعا نحن ننتظر أفعال النظام طبعا كما قلت النظام قام بأشياء غير إيجابية وحاول أن يفسد هذه المفاوضات خاصة تصريحات وليد المعلم في الآونة الأخيرة وفي نفس الوقت النظام ما زال يعرق السير وإدخال المساعدات الإنسانية فلذلك نحن ندعو إيران وروسيا ومن يدعم النظام على فك الحصارات وتنفيذ الكامل لبيان جنيف من 2012 ومن يتعلم أن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد قرابة الساعة لهيئة العليا للمفاوضات مهند فقط قبل أن تختم معه لا أدري إذا ما زال قبل أن يلتقوا بدمستورا معك إذ كان هناك تستطيع أن تسأله عن موضوع المعتقلين لماذا هذا الملف غاب عن المحادثات في جنيف رغم أن المعارضة تصر عليه وأيضا تعقيبا على ما ذكروا بأن الولايات المتحدة كانت على علم بالقرار الروسي بسحب القوات العسكرية من سوريا رغم أنه سمعنا تصريحات جون كيري عندما قال بأنه سمعه شخصيا بهذا الخبر من وسائل الإعلام وأيضا كان هذا نفس الشيء بالنسبة لجوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض نعم ناثان فقط زملاء في الستوديو يريدون تعقيبا أمريكيا على موضوع المعتقلين وهل هناك أي تطورات في هذا الملف ولا سيما أدن بما يتعلق بالوزير كيري قال بأنه سمعه خبر الانسحاب الروسي من وسائل الإعلام فما هو تعقيبكم على هذين الموضوعين؟ بالنسبة لموضوع المعتقلين نحن لن نأل جهرا من أجل دفع هذه العملية قدما ولا بد من إطلاق صراح المعتقلين خاصة النساء والأطفال من بينهم فهذه القضية في غاية الأهمية بالنسبة لنا وماذا عن موضوع الوزير كيري الذي قال بأنه سمعه الانسحاب الروسي من وسائل الإعلام طبعا هناك الكثير من المشاورات بين الطرف الأمريكي والطرف الروسي ولا أريد أن أتحدث عن تفاصيل هذه الحادثات ولكن نحن نتشاور مع الروس عن كثب شكرا جزيلا لك شكرا شكرا